اليوم بدنا نحكي أنه كل ست أكيد بتطمح لبشرة كلها نظارة وحيوية لأنه البشرة هي المراية تبعت كل ست فاليوم بدنا نحكي عن الطرق اللي احنا نحافظ فيها على نظارة هاي البشرة بشغلتين أساسيات شغلة الأساسية أنه احنا ما بصير نعتمد بس على الجلسات اللي بالمراكز أو بالعيادة لازم كمان يكون في عناية منزلية لأنه يعني عنصر واحد غير كافي لازم يكون في شقين من العناية فرح نحكي عن القسم المنزلي كيف لازم نعتني ببشرتنا وبعدنا رح نحكي إيش الأشياء الأساسية الدورية اللي لازم نعملها بالعيادة خلينا نبدأ ببعض النساء المنزلي هلا اليوم أنا جبت معايا دمية عشان أشرح لكم أنه البشرات بيكونوا عنها ثلاث أنواع ممكن أنها تكون جافة أو مختلطة أو دهنية هدول هم الأساسيات هلا الأشياء الأساسية لكل أنواع البشرات بدنا أربع خطوات عشان نحافظ على نظارة البشرة الخطوة الأساسية رقم واحد أنه نستخدم غسول يناسب نوع البشرة بعدين نستخدم مرتب برضو بناسب نوع البشرة الدهنية لها نوع معين الحساسة لها نوع والسيروم كثير إشي مهم اللي هو مغذي سواء بيكون فيتامين سي أو هيلورونيك دائما شغلوا شو الفرق بين الكريم والسيروم هل هم بديل ولا مكمل الكريم زي ما أنتوا شايفين دائما بيجي القوام تبعه كريمي نعم فيسهل أنه نفرده على الوجه بينما السيروم بيجي شوي القوام تبعه سائل يعني مثلا قطرات بيكون فمنوزعه بالتأثير الكريم رح يعطينا رطوبة بالعادة ورح يعمل على تغذية البشرة كتسكير المسام والحفاظ على التوازن الرطوبة السيروم هو مغذي سواء كان فيتامين سي أو هيلورونيك أسد أو فيتامين إي أو حتى ممكن يكون أي نوع من أنواع ممكن يكون دمج بيناتهم بيشتغل على تفتيح لون البشرة تغذيتها أو ممكن مرات أنه زيادة الرطوب فيها هناك بعض أدوات بالبيت ممكن نستخدمها زي هاي الأداء هاي الأداء ممكن نستخدمها على عكس اتجاه العضلة من تحت لفوق عشان تعمل زي مساج تشد لأنه دائما الهدف أنه شد فكمان ممكن نستخدمها بعد السيروم عشان ندخل المادة يعني بالليل لو هو عادة السيروم احنا من الفضل نحطه بفترة الليل عشان التشرب تبعه رح يكون أعلى فممكن نستخدمها هاي هلا فيه ناس بقولك بس أحط فيتامين سي بصير وجه يشعطني وأحمر فيه عندنا هدول الأشياء الكتير حلوة منقدر نحطهم بالتلاجة فلما نيجي نستخدمهم بعد السيروم أو الماسك رح يعطونا برودة فرح يمنع هذا الشيء أنه يصير إذا ما عنا إياهم نقدر نستخدم بالتلج أو ممكن نستخدم الآيس كيوبس هاي الأشياء الأساسية لازم نعملها بشكل يومي ببيتنا عشان نحافظ على النظارة بالبشرة هلا الخطوة الأولى اللي كان لازم نبلش فيها أنه نعتني ببشرتنا بالمراكز هلا العناية بدأت تكون أول إشي بشكل دوري ما بنقول إنه كل شهر لأنه أكيد كل شهر رح يكون كتير لو حكينا كل شهرين ثلاثة ممكن اللي هي جلسات التنظيف الدوري عشان نشيل الزيوان وننظف المسامات ونعقم البشرة ونخلصها من الشوائب بعدين زي ما إحنا بنعرف بنستخدم جلسات حكينا بفقرات سابقة عن الديرما بين واستخداماته هلا هو بيكون عبارة عن قلم يحتوي على تقريباً 12 إبرة بتساعد على إدخال المواد لطبقات الجلد السطحية وبعمل ثقوب بالبشرة فبساعد إنه هاي الثقوب بدها تلقم فلما تلقم رح تسكر المسام فرح تجدد لنا الإلاستين والكولوجين ورح تعمل تجديد لأنسجة الجلد وخلايا الجلد ومندخل فيها الميزوثيرابي ذات القوام الخفيف يعني اللي ما بيكون فيه ثكنس أو يعني مش زي الهايلورينيك أسد أو الأشياء الكثيفة ومندخل فيه لأنه هو بشكل سطحي هلا صار في عنا طرق حديثة أكتر عم نستخدمها بديلة الحقن إنه إحنا منشيل الإبرة اللي هي متعارف عليها وعم نستخدم أداة جديدة اللي هي الكواترون الكواترون من اسمها إنه هي رباعية الشعيرات إنه فيها شعيرات رباعية هذا إشي كتير حديث عم نستخدمها ما بعرفه كتير دقيقة إذا رح تبين بالكاميرا أحنا منقدر نتحكم بعمقها كتير مفيدة لتحت العين ونستخدمها كمال لتفتيح منطقة الشفايف للرقبة منقدر ندخل فيها مثلا الميزو بوتوكس منقدر ندخل فيها الميزوفيلر والسكن بوسترز اللي هما تركيبهم بيكون أكثر في اللي هما نسميهم إبر النظارة بدل ما نعملهم حقن نقدر نعملهم بهاي الأداة طبعا هي تركب على هذا السيرنج رح أورجي أنه يعني كيف أنه هي إشي غير مؤلم يعني بهاي الطريقة إحنا مندخل الحلو بالموضوع أنه هي لا رح تترك أثار ولا رح تحسي بالألم إيش مني أعتبرها يعني دقيقة أكثر من الديرما بين هي بتقدر أنه نفرقها عن الديرما بين أنه هي عم بتدخل المادة لطبقات أعمق وما بتكون حقن لأنه هدولة مش إبري هدولة شايف كيف شعيرات يعني كتير ميتروية يعني ما بتعمل لا ألم ولا بتحسي بالشعور المزعج تبع الحقن وبدل ما إحنا ندخل أربع إبر وعميقة هاي فيها أربعة فبتساعدنا على توزيع المادة أسرح نصيحة أخيرة شغاف دايل بأقل من دقيقة أوكي هلأ آخر نصيحة أنه دايما عشان بعد كل هاي الأشياء اللي إحنا عملناها الإشي الداخلي اللازم نحافظ عليه شرب المي لأن شرب المي هو الأساس تبع نظارة البشرة بكل الأوقات عشان نحافظ على رطوبة البشرة ونقدر نتلقى كل هاي المواد اللي إحنا عم نستخدمها بشكل يومي شكراً كتير إليك على المعلومات نورتين أشغاف